ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والمنشآت العامة مشيدا بالمستوى المتطور الذي وصلت اليه وزارة الطاقة والبنية التحتية في انشاء الانظمة الالكترونية المبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة في دراسات وتخطيط البنى التحتية والمنشآت الحكومية وطلع الوزير على اخر المستجدات المرتبطة بقطاع البنية التحتية والنقل والجهود المبذولة في استدامة تلك القطاعات ومواجهة ظاهرة التغير المناخي ومستادفاتها المستقبلية والمبادرات النوعية والطموحة الداعمة لمسيرة الدولة نحو الريادة العالمية في تلك المجالات